بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم ناشاء الله عن الضائرية الدزيزيز هنتكلم عن إيه هي الضائرية الدزيزيز The definition of الضائرية الدزيزيز Types Causes Risk Factor Transmission Treatment Plan of Treatment Prevention بالقول إن الضائرية الدزيزيز هي الاستيota الضائرية الدزيز الحقيقة الحقية الطائرية الدزيزية كلا تقوم بييرد الحقيقة 探تيات الضائرية يصلكو حإنسان وتقوم بأس Roast شكل العمل او بيبقى زان النورمال لكن في مرحوظة ان الاطفال في عمرك فيستفيدنج بيبقى طبيعة الستور بتاعهم بيبقى صوفت لكن لو فيه لو الطفل بقى تصاب بتارية بيبقى الستور بتاعه بيبقى بيبقى مور لوس بيبقى الودر بتاعته بتبقى غير العاجة بتاع الطفل لان كل عمر تبقى عرفة العاجة بتاع الطفل الممassMN عمدنا أكيو ديارية اللي هو الضيارية البسيط هو عبارة عن إيه is an episode of diarrhea that lasted less than 14 days البرزيستنة ديارية اللي هو الإسهال الحد lasted 14 days or more a dysentery اللي هو الإسهال الحد جدا is diarrhea with blood in the stool with or without mucus the most common cause of dysentery is shigella bacteria خلينا يعني وقدين بالنا إن الشجيلا بكتيريا هي causative agent of dysentery diarrhea causes of the diarrhea عندنا أول حاجة الانفكشن most common causative agent of the diarrhea عندنا الروتا فيروس والإشريش الكلال المال نوتريشن المال نوتريشن الفرمولة food infant لأن الطفل بيبقى الفرمولة ممكن ياخدها تبقى overconcerated تبقى فيها high fat content دا بيعملي intestinal upset للطفل الوينانج الفود بردو ممكن يكون البود uncircateable لعمر الطفل المال نوتريشن الحصول المتغطة تبقى المتغطة الفرمولة في الآخة المخدرية تيسينج دوانتو قوص دياريا دياريا زاد أقول تيسينج Hubtually cause the flu and intestinal infection and should be treated uh... a should be treated same as at any other time لأن دياريا وقت التيسينج مش بيبقى نتيجة التيسينج ده ممكن يحسن نتيجة أن الطفل حصاب the intestinal, gastrointestinal infection during the teesing لا يوجد علاقة بين تيسينج والبيارية زي ما كان متعارف عليه بعد كده هنتكلم على المود أوف ترانسيميشن المستقوم المود أوف ترانسيميشن للبيارية الديزيزيس بيبقى فيكو أورا روت ريسك فاكتورس بقى متقسمة لثلاث محاول هوست فاكتورس الهوست فاكتورس زي في علاقة ما بين الميزلز والديارية ان الطفل ما بيجيله ميزلز بيبقى مصاحب الميزلز سفير ديارية فعشان كده الطفل لو ما أخدش الميزلز الميزلز بيبقى هاي ريسك انه هو يصاب بالنيزلز ومعاها سفير ايبسود الطفل بيبقى هاي ريسك انه هو يصاب بالدارية اكتر من عمر ست شهور دي اربعة وعشرين شهر لان ده شهر العمر اللي الطفل فيه بيبدأ انه هو يدخله اكل جديد بيبدأ انه هو يحبو بيبدأ انه هو كل حاجة بيخدها على بقه فبيبقى عرضه اكتر انه هو يصاب بالدارية زي فالتو بريست فيد اكس سيكولسيفلي بيبقى cinami باقي ان الطفل اللي بيقضى بوتل بيبقى عرضه اكتر للجيartي بيبقى عرضه اكتر للجياريسك لو قبل كده مرورهايجينيك فريقتس انه هو الانضر فريدة او الابر فريدنك انه هو انه هو من الوثورمولات اكتر كنت تبقى او بيبقى فيها هاي فات فبتبقى تقيلة على معدة الطفل ستورنج الفود ات الوم تيمبيرتشا فاليار تو واش الهندس افتر ايديكيشان فاليار تو تس بوس او الفيسيس هايجينيكالي السيزون بنقول ان في الفصول السنة ان في الام ان الدايريه الدزيز بتكون اكتر في شهور الربيع وشهور الصيف بتجد ارتفاع درجة الحرارة والتلوث اللي بيبقى حوالينا وان الاكلة على طول لو تساب شوية برا بيبوز على طول بس في حاجة يعني الروتا فيروس بيبقى مور دي حاجة يعني ملحوظة الروتا فيروس بيكون مور كومون او مور فريكوانت في الوينتر فدي تفديد جزئيه اللي لاع علاقة بالايه الكس عزمانت علائنا ثلاثصه أسك الماضره إذا le barn has diarrhea لأ block أسك إذا لقيم حي سنتفح من جوار بسيا safeg tolerance لدينا ولمس إلينا ولك وناخد بالنا أن هناك حالات السفير مال نيتريشان زي حالات الأطفال اللي بيبقى عندهم مرازمس اللي هو ده نوع من أنواع بروتين ديشانسي ومال نيتريشان تيجد نقص نسبة البروتين بتبقى عين الطفلة أصلاً داخلها لجوه فلازم عشان أعمل complete assessment الحالة الضيارية فأتبع الستيبس كلها يبقى لازم يبقى عندي كل سيمتوم زهر عرض طفل بعد كده أفرزة تشايند فلويد ونشوف هال الطفل ده مت ايبل تو درينك ولا درينكينج بورلي ولا درينكينج إيجاري او سيرستو الطفل ده متلهف او ان هو يشرب بنش ده سكن افزا عبدومين ونشوف هال الاسكن ده بيرجع بمعدل طبيعي اميدياتلي ولا بيرجع سلولي برضو هنا في حالات اللي هو المرازمس اللي هو سيفير ماندريشن اللي احنا قلنا عليه قبل كده السكن بيرجع سلولي فعشان كده لازم اتبع الستيبس بتاعك الاسسسمنت كلها اللي احنا قلنا فيها ثلاثة 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 او درينكينج بورلي لما نقي نعمل بنشنج الجلالسكن الجلالسكن جوزبك بيري سلولي المانجمينت هي بلان سي لفيرال إرجنتري طوزا هوسبيتل أدبايز الماظر تو كونتانيو بريست فيدنج لو التلتشيلد في أرية فيها قولرا بيابد الطفل ده جيب أنتبيوتك فور القولرا صامد هيدريشا بيبقى الطفل ده الأعراض اللي بيتبعى ظاهر عليه بيبقى ريستلس بيبقى ريتابول بيبقى فيه ساكن Oyez درينك بجاري يعني بيشرب شراها The skin pain goes back slowly. the management A هو plan B. Referral urgently to the hospital. Advise the mother to continue breastfeeding. دي الحاجة أساسية. Advise the mother when return. Follow up in five days. No dehydration. من الكلاسفكيشان من الكلاسفكيشان من الكلاسفكيشان من الكلاسفكيشان من الكلاسفكيشان ولا remainder من الكلاسفان من الكلاسفكيشان من الكلاسفكيشك لنقوم بتق legitimية بفور ريفيرال يعني بعمل تريك مينت للضهاي ديشن في في ال او ار اس كورنان اللي بيبقى موجود في الفاميلي هيلف سنتر او في ال ام سي اتش قبل بعمل ريفيرال للطفل اللي ايه للهوزبتان بحالة البرزيستانت ديارية بس بيبقى فيه نوضهاي ديشا ادفايز الماظر اون الفيدنج الماظر اون الفيدنج لتشاينت و هاز برزيستانت ديارية وبنعمل فلو او في 5 ديز الدزينتري ديارية بيبقى فيه بلاطفل السطول المانج منت ايه نحن بنعمل كريتمنت فور 5 ديز و او رال انتي بيوتك ايه ريكموند فور الشيجيلا بفولو او في 2 ديز اللي احنا قلنا ان الشيجيلا هي القوزتيب ايجنت دي اللي احنا قلنا بنقولها بنقول ان نشيجلها قوزيس اباوت سكستي هندرد برسلت او في ديزينتري كيسس سين ان الكلينيكس بنقول ان لو انا عايز اعمل دياجنوزز لي ديزينتري ديارية ده بيكون عن طريق السطول البيلان اوف مانج منت دي ديارية البزيزز بلان ايه هنا بتبقى تريتمنت ات الهوم بلان بي بعمل تريتمنت لسام دهيدراتي نزلو اسملاتري اورال دهيدراتي صوت اللي هو ال اور اس ثرابي ات الديهيدراتي كورنر ان الهرس كير سنتر بلان سي بعمل تريتمنت لسيبير تطبيق دهيدراتي قوكي وضع الانطبنى اومي الثريق بموضيين فيها 2 أموضيا than normal, than usual, give plenty of nutritious food, take the child to the healthy facility if the diarrhea doesn't, plan B, the tasks of treatment in plan B, estimate the amount of the ORS solution to be given during the first 4 hours for the initial rehydration, choose the mother how to give the ORS solution, continue breastfeeding, monitor the treatment and manage any difficulty, assist the child periodically, give the structure for the treatment at home after the rehydration is completed, identify conditions or bloody diarrhea and treat a problem. دال مكونات ال ORS solution, plan C, treatment of a patient with severe dehydration, children with severe dehydration should be treated urgently to avoid the deaths from hypovalentic shock, The main tasks of treatment for plan C gives a protracted amount of IV in the correct period of time, shift to treatment, plan B or A when the child is no longer severe. The contraindication of the ORS therapy, protracted vomiting, حالات الكومة, حالات الانتستانيال بلوكيج, حالات الهايبو ديناميك تشوك, نتيجة الامبارد في الهيروي, protractive reflexes, The causes of the nutritional decline during the diet, Reduced the food intake, نتيجة الانوريكزيا والVomiting, The food was holding, Giving the diluted food, تاني حاجة, decrease the absorption of the nutrients, نتيجة الدمج اللي بيحصل في الأبسوربيتب إبسيريال سيلس موجودة في الاستمك Lactease deficiency Rapid transit of the food through the gut Increasing neutrons Requirements نتيجة المتابوليك دماندد Associated with a fever لو فيه فيفر Need to repair the damage The damage gut اللي بيحصل في الإبسيريال سيلس بتاعة الاستمك Need to replace the serum protein lost كل ده محتاج More requirements More nutrients Nutritional management during the diet أهم حاجة زي ما قلنا Breast feeding Should be continued without restriction Even during initial rehydration Infant receiving formula milk Should be given the usual amount And in full concentration Children receiving semi solids And solid foods Should be given soft foods Such as rice or mashed potato Children should continue to receive fluids For example Unsweeted tea Water And rice water Treatment of the Of the Of the Diary Persistent Diary قلنا ORS The child also should receive zinc for 14 days The child should follow up in 5 days وإحنا قلنا برضو نوهنا عنها قبل كده فيه classification بتاعة الضيارية نزود عليها بأن بيبقى فيه إن الطفل بيعمل receive less zinc for 14 days Treatment of the diarrhea Treated the same 3 قلنا الـ children إن هما بيبقى عندهم diarrheal diseases عندهم the same 3 diarrheal diseases بياخدو Antibiotic زي إيه زي cerebral fluxacin for 3 days or another antibiotic recommended for shigella in your area برضو بياخدو zinc supplementation and follow up into D Prevention of diarrheal diseases Promotion of breastfeeding لأنه breastfeeding بيزود المناعة بتاعة الطفل ما فيش poor hygienic practice بحاجة من عند ربناك بحاجة معقمة من عند ربنا Improve the weaning practice إن أنا طبعا يبقى فيه مهتم دايما بالhygienic measure أدي للطفل الأكل مناسب لعمره Proper use of water for hygiene and drinking motion handles after defecation after cleaning after cleaning after cleaning a child who has defecated and before preparing the food or feeding a child use of lanterns the benefits the latriners اللي هي الحمامات الأمنة safe disposal of the stools of the young children الميزلز vaccination زي ما قولنا قبل كدا إن فيه علاقة بين الميزلز ويسفير episodes of the diarrhea فالميزلز vaccination ده cost effective measure إن هو يمنعني السفير Diarrheal episodes اللي تصاحب الميزلز وبتدخل الأطفال كم كده إحنا خلصنا الموضوع بتاعنا تكلمنا عن إيه؟ تكلمنا عن إيه هي الطيبس بتاعتها القوزيس وريسك فاكتور والمود اوف ترانسيميشن البلان اوف تريتمنت الكلاسيفيكيشن للضايريه والديهايدريشن زي أعمل البربنشن للضايريه والديزيزيز كده إحنا غطينا الموضوع بتاعنا يراب إيه ويراب إيهم استفادوا ترجمة نانسي قنقر